بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي إذن كما تعودنا نبدأ أولا بقراءة النص ثم لدينا ثانيا البناء الفكري لدينا البناء اللغوي ولدينا الوضعية الإدماجية دائما أقدم لكم الوضعية الإدماجية المقترحة والمتوقعة في اختبار الفصل الثاني إذن نبدأ أولا بقراءة النص شاهدت يوم الأحد الماضي مباراة في كرة القدم جمعت بين الفريق الوطني والفريق التونسي عند الموعد المحدد دخل الفريقان إلى أرض الملعب فوقف جميع من كان في الملعب وصفقوا لهم وبعد دقائق قليلة أعلن الحكم بداية المباراة وما هي إلا لحظات حتى تمكن لاعب جزائري من هز شباك المنتخب التونسي فتراكض اللاعبون نحو الذي سجل الهدف يعانقونه تحت هتفات الجمهور إذن الآن بعد قراءة النص لدينا البناء الفكري أولا قال لنا هات عنوانا مناسبا للنص هنا النص عن ماذا يتكلم هنا قال في بداية الكلام أو في بداية النص شاهدت يوم الأحد مباراة في كرة القدم نستطيع أن نختار مثلا عنوان مناسب للنص أقول مباراة في كرة القدم إذن هنا لدينا عنوان مناسب للنص يستطيع التلميذ أن يختار أي عنوان مناسب للنص بحيث يكون يتكلم على ما جاء في الموضوع هنا إذن هذا فيما يخص أولا لدينا ثانيا قال لنا من هما الفريقان المتنافسان في هذه المباراة إذن هنا نجيب عن السؤال يجب أن تكون الإجابة هنا كاملة قال لنا من هما الفريقان المتنافسان في هذه المباراة هنا أحذف أداة الاستفهام أقول الفريقان المتنافسان في هذه المباراة وهما من لدينا هنا جمعت بين الفريق الوطني والفريق التونسي إذن لدينا الفريق الوطني يعني نتكلم عن الفريق الجزائري والفريق من التونسي إذن هذا فيما يخص السؤال الثاني لدينا والفريق التونسي نستطيع أن نكتب الفريق الوطني والتونسي نكتفي بهذا فقط نضع نقطة لدينا ثالثا قال لنا استخرج من النص ضد كلمة نهاية نهاية هنا تعرفنا عليها سابقا ضد هذه الكلمة وسهلة جدا لدينا هنا نهاية بعد دقائق قليلة أعلن الحكم بداية المباراة إذن هنا لدينا ضد كلمة نهاية أقول بداية نكتب هكذا إذن هذا فيما يخص البناء الفكري البناء الفكري يعني تكون دائما الإجابة من النص لدينا ثانيا البناء اللغوي إذن لدينا أولا قال لنا استخرج من النص لدينا فعل معضي مطلوب مني فعل معضي اسم مثنى لدينا اسم موصول كان أو إحدى أخواتها فعل معضي لدينا هنا بالعودة إلى النص هنا ننظر إلى أول كلمة لدينا شاهدت هنا شاهدت يوم الأحد الماضي إذن هنا شاهدت هل هو فعل؟ نعم فعل إذن نقوم بكتابة الكلمة هنا قال لنا فعل معضي نكتب شاهدت هنا لدينا أول كلمة عندما يجد التلميذ الكلمة الأولى ويتأكد أن الكلمة صحيحة مباشرة يقوم بكتابتها ويمر للسؤال الثاني لدينا هنا اسم موصول اسم موصول تعرفنا سابقا على الأسماء الموصولة قلنا الأسماء الموصولة هنا تعرفنا على الأسماء الموصولة بلام واحدة لدينا الذي ولدينا التي هنا أسماء موصولة ولدينا اللذاني اللتاني إذن الذين لدينا هنا نبحث عن اسم موصول لدينا نحو الذي إذن هنا لدينا اسم موصول نقوم بكتابة الجواب لدينا أيضا اسم مثنى اسم مثنى يعني يدل على اثنين هنا اثنان أو أقول هنا الاسم المثنى ينتهي دائما بماذا ينتهي إما بألف ونون أو لدينا يأساكنة ونون يأساكنة ونون هنا يدل على ماذا يعني لدينا اثنان لدينا هكذا لدينا هنا شاهدت يوم الأحد الماضي مباراة في كرة القدم يستطيع تلمذ أن يقرأ هكذا ويبحث عن الكلمات أو بطريقة أخرى يبحث عن الكلمات التي تنتهي إما بألف ونون أو يأ ونون ثم يحدد يحدد هنا دعونا نبحث عن الكلمات التي تنتهي بألف ونون ويأ ونون مع بعض لدينا هنا جمعت بين الفريق الوطني والفريق عند الموعد المحدد دخل الفريقاني هنا الفريقاني تنتهي بألف ونون الفريقاني نتكلم عن الفريق الوطني والفريق التونسي هنا لدينا كم؟ واحد اثنان تنتهي بألف ونون هنا لدينا الفريقاني هنا قلنا اسم مثنى هل الفعل يبدأ بألف ونون؟ لا الاسم يقبل التعريف إذن وجدنا الجواب أقوم مباشرة بكتابة الكلمة هل نبحث عن كلمات أخرى؟ لا مباشرة أقوم بكتابة الجواب لدينا الفريقاني إذن لدينا هنا قال لنا كان أو إحدى أخواتها لدينا في النص قال لنا كان أو إحدى أخواتها نبحث عن كان إذا كانت موجودة أقوم بكتابتها إذ لم تكن هنا قال لنا أو إحدى أخواتها تعرفنا على أخوات كان قلنا لدينا أصبحا لدينا أمسا لدينا ظل باتا ليس لدينا هنا مجموعة من الأخوات هنا إذن لدينا في النص كان إذن هنا لدينا الرياضة مفيدة عندما يقول هكذا أو يكون مطلوب مني نوع الجملة تعرفنا على أنواع الجمل هنا قلنا يمكن تكون عندي جملة اسمية أو جملة فعلية نعم إذن هنا لدينا الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم الجملة الفعلية وهي التي تبدأ بفعل أحسنتم لدينا هنا الرياضة نبحث أول كلمة نشوف مع بعض أول كلمة لدينا الرياضة هنا الرياضة تبدأ بألف ولام الرياضة اسم نعم إذن أقول هنا جملة اسمية لدينا جملة اسمية يمكن أيضا تكون الجملة الاسمية تبدأ بضمير كما تعرفنا عليها في الدرس في القسلة شاهدت مطلوب مني لماذا كتبت أو قمنا بكتابة هنا تاء مفتوحة لماذا لم أقم بكتابتي هكذا مربوطة لاحظوا معي شاهدت يعني لماذا كتبت هكذا مفتوحة قلنا التاء مفتوحة تكتب إما إذا كان لدينا اسم ثلاثي ساكن الوصب مثلا لدينا بيت أو لدينا جمع مؤنث سالم أقول معلمات جمع مؤنث سالم أو أقول لدينا أيضا تكتب فعل عندما يكون لدينا فعل أقوم بكتابة فعل ماضي أقوم بكتابة الكلمة التاء هنا مفتوحة إذن هنا لدينا شاهدت كما تعرفنا في بداية هنا البناء اللغوي قلنا فعل ماضي لأن هنا أقول لأن شاهدت هنا أقول نقوم بكتابة الكلمة فعل هذا فيما خص تعلين سبب كتابة التاء مفتوحة لدينا فيما خص الوضعية الإدماجية إذن لدينا حضرت أو شاهدت مباراة في كرة القدم على شاشة التلفاز حضرت يعني ذهبت إلى الملعب أو شاهدت هنا لدينا على شاشة التلفاز لدينا تحدث عن هذه المباراة في بضعة أسطر يمكن التلميذ يعتمد على النص هنا ويختار ويأخذ من نوع الأفكار فيما يخص الوضعية الإدماجية قدمت لكم سابقا في حصة الإنتاج الشفوي سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف هنا لدينا إما أن تختارون كتابة العنوان هنا مباراة في كرة القدم بشرة أمل سيظهر لكم مباشرة الفيديو هنا أما إذا أردتم هنا الرابط مباشرة سنتجدون الرابط في صندوق الوصف كيف سيقوم التلميذ بكتابة الوضعية الإدماجية هنا إذن هذه كانت حصة اليوم طبعا هذا فيما يخص النموذج الثاني سأقدم لكم إن شاء الله النموذج الثالث بإذن الله سيكون إن شاء الله حول فصل الرابع وضعية إدماجية إن شاء الله ستكون حول فصل الشتاء إذن هذه كانت حصة اليوم دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته